أهلا بكم من جديد معثى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية تهنية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألن هيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لليوم الوطني للدولة الشقيقة أعرب جلالته فيها عن أطيب تمنياته وخالص تمنياته لسموه بمنفر الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والإزدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة وأشهد جلالة الملك المفادة بهذه المناسبة بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في كافة المجالات وبعث صاحب السموه الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعى برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السموه الشيخ خليفة بن زايد ألن هيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين اليوم الوطني لدولة الشقيقة ضمانها سموه خليصة هني وأطيب تمانياته لسموه بمفر الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات العربية الشقيق إطراد التقدم والرفع والرقي في ظل قيادة سموه الحكيمة مشيدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعى برقيتين تهنئة مماثلتين إلى كل من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ضمنهما سموه أطيب التهني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة الشقيقة متمنيا لسموهما وفر الصحة والسعادة ولشعب الإماراتي الشقيق دوم التقدم وتطور كما بعث صاحب السمو والملكي رئيس الوزراء المقر حفظه الله ورعى برقيات تهنئة ممثلة إلى إخوانها صحاب السمو وعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود مهنيا سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية وبعث صاحب السمو والملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القادل على نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعى برقيات تهنئة إلى أخيه صاحب السمو والشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لليوم الوطني للدولة الشقيقة عبر سموه فيها عن صارق تهني وأمنياته لسموه بمفر الصحة والسعادة وللشعب الإماراتي الشقيق دوم التقدم وتطور كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القادل على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعى برقيات تهنئة ومثلتين إلى كل من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القادل على القوات المسلحة ضمنها ما سموه أطيب تهني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة الشقيقة متمنيا لسموهما وفي رصحة والسعادة وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من النماء وتطور كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القادل على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعى برقية تهنئة ومثلة إلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ضمنها سموه خريصة تهني بهذه المناسبة الوطنية ضمنها اشتركوا في القناة